بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية كان كلامنا عن الأمور المشتبهات وأعطينا أمثلة على ذلك مثال آخر عن هذه الأمور التي هي مشتبهة ما رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث عدي بن حاتم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي عليه عنده كلب للصيد فإذا أطلقه أطلق الكلب ليصطاد عند إرساله يسمي عليه يعني يقول بسم الله عندما يطلقه يقول بسم الله قال يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي عليه فأجد معه على الصيد كلبا آخر يرسل الكلب ليأتي بالطريدة فيجد هناك حيث الطريدة كلبا آخر فهنا احتمال أن يكون كلب عدي هو الذي اصطاد وهناك احتمال أن يكون الكلب الآخر الذي وجده مع كلبه يكون هو الذي اصطاد وهو لا يدري هل هذا الكلب الآخر سمى عليه صاحبه عند إرساله أم لا فبما أنه تشابه حكم هذا الصيد على عدي بن حاتم شو عمل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ماذا نتعلم من فعله أنه إذا اشتبه علينا أمر لا نفتي أنفسنا فيما لا نعلم نرجع إلى أهل العلم فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أنا أشكل علي الأمر أي الكلبين اصطاد هذه الطريدة هل كلبي الذي سميت عليه حين أرسلته أم الكلب الآخر الذي لا أدري هل سمى عليه صاحبه أم لم يسم عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره فبما أنه يوجد احتمال أن يكون كلب غيرك هو الذي اصطاد مع احتمال أن من أرسل الكلب الآخر لم يسم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن الأكل من هذه الطريدة لأنه اشتبه حكم هذه الطريدة فلأجل هذا الشك لأجل هذه الشبهة ألحقت هذه الطريدة بما أهل لغير الله به الذي أهل لغير الله به لا يؤكل هنا حصل الشك نص على تحريم أكل ما أهل لغير الله به لكن مثل هذا المثال لم ينص عليه بما أنه حصل الشك فألحق هذا الحكم حكم هذه الحادثة بحكم الذي أهل به لغير الله تعالى ما معنى أهل لغير الله به الإهلال معناه رفع الصوت الإهلال هو رفع الصوت ففي الجاهلية حين كانوا يذكرون اسم غير الله على الذبيحة مثلا لو كانوا يقولون باسم هبل باسم اللات كانوا يرفعون أصواتهم بذكر اسم غير الله تقربا لهذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله فمثل هذه الزبيحة ميتة لا تؤكل لا تؤكل لا يجوز أكلها ما أهل لغير الله به يعني ما رفع عليه الصوت بذكر اسم غير الله فهو فسق فسق يعني محرم لا يجوز لنا أن نطعمه أن نأكله ومثله ألحق به هذا الصيد الذي احتمل أن يكون كلبك هو الذي اصطاده بعد أن سميت اسم الله عليه واحتمل أن يكون كلب غيرك الذي اصطاده مع احتمال أنه لم يسم اسم الله عليه فصار الأمر مشتبها فلذلك ألحق بما أهل لغير الله به فلا يجوز أكل هذا الصيد هذه الطريدة لأن أمر الشك باللحم مشدد فيه في دين الله تبارك وتعالى أمر الشك باللحم ملحق بالمحرم يقينا المتردية إذا ماتت شاة تردت من علو إلى سفل فماتت ما حكمها في الشرع ميتة هل يجوز لنا أن نأكلها لا يجوز لنا أن نأكلها الشك في اللحم يحرم أكل هذا اللحم المشكوك فيه كما لو كان كما لو كان متردية كما لو كان أهل لغير الله به فإذا شككت في لحم هل هو مأكول أم لا يعني هل يجوز أكله أم لا لا يجوز لك أن تأكله لأنه ملحق بالميتة المحرمة يقينا وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من أرسل سهمه على الطريدة فيتبع لحق حيث أرسل السهم لحق به فوجدت طريدة التي اصطادها التي أصابها السهم وجدها في الماء ميتة في الماء وقد دخل السهم فيها أصابها السهم فصار احتمال عند هذا الرام أن يكون سهمه هو الذي قتلها قبل أن تقع في الماء وهناك احتمال آخر أن السهم لم يقتلها لكن حين وقعت في الماء ماتت غرقا تلعت الماء فماتت بسبب الماء يعني لما أصابها بالسهم ومتيقن أنه أصابها بالسهم لكن هو لا يدري هل أصابها في مقتل هل لما أصابها فهربت فوقعت في الماء قبل أن تقع في الماء كان فيها حياة اختيارية أم هي حياة المذبوح حركة المذبوح ما عاد يعلم ما عاد يعلم يعني مثلا أنت لو زبحت دجاجة شو بتصير تعمل دجاجة بتفرفر بتنط هذه هذه حركة غير اختيارية هذه حركة المذبوح مثل هذه لو وقعت في الماء ماتت من الزبح فيجوز أن تؤكل أما في هذه الحال هو لا يدري طريدته لما أصابها السهم فوقعت في الماء هل لما وقعت في الماء كان ما زال فيها حياة ارادية اختيارية أم كان فيها حركة المذبوح لا يدري فشك فبما أنه دخل هذه الطريدة الشك النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تأكل قال له لا تأكل إذا أصبت صيدا بسهمك فهرب منك فوقع في الماء فمات فلم تدري السهم قتله أم الماء فلا تأكل شو حصل حصل شك إذا شككت في اللحم لا يجوز لك أن تأكل منه ليس كما يفتي اليوم أدعياء العلم يقولون حتى لو كنت لا تدري حتى لو حصل عندك شك في هذا اللحم أن تسمي الله وكل ويحتجون بحديث عائشة وهو احتجاج في غير موضعه أنها قالت يا رسول الله إن أناسا حديثي عهد بكفر أو حديثي عهد بإسلام يعني أسلموا حديثا حديثي عهد بكفر يعني ما من زمان تركوا الكفر حديثي عهد بإسلام يعني ما من زمان أسلموا يأتوننا بلحمن طيب حديثي عهد بكفر أو حديثي عهد بإسلام يعني ما حكمهم مسلمين هؤلاء مسلمون ذبحوا فأرسلوا لحما إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام قالت فلا ندري هل ذكروا اسم الله عليها لسموا لما ذبحوا أم لم يسموا فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا ما حصل شك أن الذي ذبح مسلم ولا غير مسلم إنما الشك حصل هل ذكروا اسم الله هل قالوا بسم الله أم لم يقولوا بسم الله والتسمية عند الزبح في مذهب الشافعي سنة 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 فإذا واحد ذبح المسلم لما يذبح ترك البسملة سهوا أو عمدا ذبيحته تؤكل حتى لأنه لأن الذي زبح مسلمون أما هنا عندما لا تدري يعني واحد بيروح على كروغر بيروح على وولمارت بيروح ويشتري من هذا اللحم أو هذا الدجاج بقول لك أنا بقول بسم الله باكل هذا لا يجعل هذا اللحم حلالا أكله لا يجعل أكله حلالا هذا لا يجعل هذا اللحم حلالا أن يؤكله فهذه فتوى حزب الإخوان التي نشرها فتوى باطلة يقولون للناس أنتم سموا وكلوا لو شككتم في اللحم هذه فتوى باطلة هذه مصادمة للأحاديث مصادمة للحكم الشرعي فالشك في هذه الذبائح ملحق بحكم الميتة المحرمة يقينا الآن الأمر يعني صار أصعب كثير حتى من المسلمين يذبحون عن طريق هذه المكينات يعني الذي يذبح هو المكينة ولا يصح أكل هذه الذبيحة الدجاج مثلا مكينة فيها كل هذا الدجاج يضرب على الزر الأول يقول مثلا لو قال بسم الله ومشيت المكينة وعم تقطع مين اللي عم يذبح المكينة أول دجاجة التي حصل ذبحها بفعل ضغطة هذا الرجل هي التي تؤكل والباقي لا باقي صار أوتوماتيك له المشين عم تمشي فلا يصح أكلها الآن كثير من المحلات العربية يقول لك دبح حلال تطلع بالآلة كيف حلال لأنه اللي ضغط على الآلة مسلم مثلا مش هيك مش هيك لا يكفي لأنه إما أن يضغط في كل دجاجة يضغط مرة فهي تصبح بثنين فتصبح ثلاثة وهكذا حتى يجوز أكلها وإلا لا يجوز وإلا لا يجوز وللأسف ظهر في هذا الزمن من يدعي المشيخ ويدعي العلم فيفتي هؤلاء من أجل المال من أجل المال يفتي هؤلاء واحد هنا يبيع اللحم ويبيع غير اللحم قال لي أنا إذا أردت فتوى أذهب إلى الشيخ الفلاني ذكر لي اسمه فأدفع له مبلغا من المال يفتح الدرج عنده يطلع لك الفتوى بكلمة المكتوب حلال ولا يعرفون كيف تكون الزبيحة حلالا من حيث الأكل ما بيعرفون خلص قرأوا حلال انتهى الأمر لو عرفوا أنها مذبوحة بالماكينة لا يبالون بذلك خلص فلان قال حلال ليس هذا ضد الشرع هذا ضد الشرع الواحد مننا ينبغي أن يتحرى تحريا شديدا في أمر اللحم تحريا شديدا لا تستسهلوا كثير من الشباب بهالأيام بيحبوا يأكلوا بالمطاعم الفاست فود فهم هم يسألوا هيدا المطعم يتاكل من عنده وهيدا المطعم يتاكل من عنده وهيدا المطعم فينا نروح ناكل عنده يا أخي شلصة ليش بابا في طبخ بالبيت لا بده يجرب هذا مطعم فتح جديد هذا همكم وتجد الواحد منهم يكاد لا يحضر درسا لمدة ساعة في الأسبوع بس إذا بيعرف في مطاعم جديد بده يجرب كلها صحيح يسأل دبح عنده يؤكل ولا لا يؤكل لكن هذا همه فإذا اشتبه عليك أمر ينبغي أن تراعي الاحتياط في الدين أن تراعي الورع وهناك أمور أصلها الإباحة فالأصل هي مباحة الميتة أصلها الحرمة فلذلك الميتة أصلها الحرمة إذا شككت في ذبيحة هل يحلال أم حرام هذا المشكوك فيه يلحق بالأصل الذي هو الحرمة فلا يجوز أكله أما ما كان أصله الإباحة ثم شككت في حرمته هل هو حرام علي أم لا فهذا أيضا يلحق بالأصل ما هو الأصل أنه مباحة رجل مثلا على سبيل المثال رجل تزوج امرأة فالأصل في هذه المرأة أنها حلال له أنها حلال له ثم شك هل أنا طلقتها أم لا صار عنده شك بعد الأصل اللي هو الإباحة طرأ عليه شك هل أنا طلقتها أم لا طلقتها فهنا الشك لا يضره بل في هذه الحالة يستصحب الأصل يبني على الأصل الذي هو الإباحة يعني يقول هذا الزوج أنا لم أطلقها هي حلال لي وهذا الشك لا يمنع كونها حلالا لي لا يمنع كونها زوجة لي كذلك لو الرجل عنده أمه مملوكة اتخذها فراشا كان يأتيها ثم لأنها حلال له ثم بعد ذلك شك هل أنا أعتقتها أم لا شك في إعتاقها هل أعتقتها أم لا هل صدر مني لفظ الإعتاق لها أم لا شو الأصل الأصل أنها مملوكة له الأصل أنها حلال له فيطرح هذا الشك جانبا لا يلتفت إليه ويقول في نفسي هذه أمتي وهي حلال لي وهذا الشك لا يمنعني من إتيانها فإذن القاعدة ما أصله التحريم ثم طرأ الشك عليه نستصحب فيه الأصل أنه حرام وما أصله الإباحة ما أصله الحلية نستصحب فيه الأصل وهو أنه حلال مباح هذه أمثلة عن أمور مشتبهة المجتهدون على حسب قواعدهم أعطوا على هذه المشتبهات أحكاما فأنت فأنت إن اتبعت هذا المجتهد فيما أعطاه من حكم على هذا الأمر المشتبه أو اتبعت ذاك المجتهد وكلاهما معتبر يجوز لك أن تأخذ بقول واحد منهما هناك أيضا أمور أخرى مشتبهة ذكرها العلماء في كتبهم يعني ما أعطينا من أمثلة يكفي ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني الذي يجتنب يبتعد عن الشبهات يكون نال البراءة يكون حظية بالسلامة فيما يتعلق بأمر دينه وعرضه يكون في أمان يكون في حفظ يكون في صيانة من الوقوع في الحرام صان نفسه عن الوقوع في الحرام ليه لأنه ابتعد عن هذه الشبهات ليه طلبا لصيانة دينه وعرضه الدين شيء معروف لكم لما يقال الدين يعني ما تدين الله تعالى به إذا قيل الدين أول ما يتبادر إلى الذهن هذا المعنى نعم نعم يأتي الدين بمعنى سيرة الرجل دين الرجل يعني سيرته دين الشخص سيرته أخلاقه هنا جاءت كما تدين تدان لكن كلمة الدين عندما تسمعها أول ما يتبادر إلى ذهنك ما تدين الله تعالى به وهو دين الإسلام وأما العرض ففي اللغة يطلق على أكثر من معنى العرض يأتي بمعنى الريح الرائحة ريح الجسد سواء كانت ريحا طيبة حسنة أو كانت ريحا منتنة يقال أحيانا في لغة العرب سقاء سقاء تعرفوا السقاء سموها الوعاء الذي يضع فيه الماء ليشرب يكون من جلد سمى سقاء إذا بشي فيه واحد انقطع في الصحراء بيجو ناس معهن هذا الوعاء هذا الكيس من الجلد فيه ماء فيسقونه منهم سقاء العرب تقول سقاء عرضه خبيث عرضه خبيث يعني ريحه منتنة ريحه منتنة وجاء أيضا في الحديث ما يشهد لهذا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صفة أهل الجنة إنما عرق أعراضهم المسك إنما عرق أعراضهم المسك يعني ريح أجسادهم ريح عرق أجسادهم المسك عرق أجسادهم المسك فالعرض يأتي بمعنى الجسد أيضا معناه أن أهل الجنة حين يطعمون يأكلون الطعام ويشربون الشراب هذا الطعام والشراب الذي يأكلونه لا يخرج من أبدانهم غائطا ولا بولا ولا عرقا منتنا كعرق الدنيا لأن الجنة ليس فيها هذه المستقذرات إنما الذي يخرج من أبدانهم عرق ريحه مسك ريحه ريحه مسك يعني ريحه طيب كالمسك ريحه طيب كالمسك هذا من معاني العرض أو من معاني العرض في اللغة أما في الاصطلاح يقولون العرض كما ذكرنا هو موضع المدح والذم في الإنسان يعني في نفس الإنسان في عين الشخص أو في أهله فسواء في عينه في نفسه أو في أهله يقال له عرض فإذا سمعت إنسانا مثلا يقع ويطعن في عرض أخيك المسلم يذمه بغير حق يجب عليك أن تدفع هذا الذنب عن عرض أخيك فرض عليك أن تدفع هذا الذنب عن عرض أخيك لأن هذا من إنكار المنكر لا يجوز لك ما دمت مستطيعا أن تسكت لهذا الطاعن في عرض أخيك لذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة يعني الذي يدافع يرد الذنب والقدح عن أخيه المسلم لا يسكت للذي يطعن في إخوانه المسلمين إنما يدافع عنهم لأن هذا الطاعن إنما يطعن فيهم بغير حق الله تعالى يرد عن وجه النار يوم القيامة جزاء رده عن عرض أخيه يبعد الله تعالى النار عن وجهه يوم القيامة فهنا يقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات يعني من ابتعد عنها من تجنبها طلبا لصيانة دينه وحفظ عرضه من الطعن والقدح فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني يكون الطلب السلامة طلب البراءة طلب الحفظ والصيانة لدينه وعرضه لذلك ينبغي على كل واحد مننا أن يبتعد عن الشبهات شو هي الشبهات مواضع التهم مواضع التهم التي تكون سببا في إساءة الظن بك ما تعمل شيء بسببه قد يسيء البعض الظن بك المواضع المواضع التهم يعني المواضع التي إذا قاربها الشخص أو كان فيها يتهم بكذا وكذا من الشرور والمفاسد فينبغي على الإنسان أن يجتنبها أن يبتعد عنها لأنها من جملة الشبهات التي إذا ابتعد عنها الشخص كانت سببا في سلامة دينه من الطعن وسلامة عرضه من الذن والقدح نكتفي بهذا وآخر دعوانا أن الحمد رسول الله رب العالمين هللوا وصلوا على رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيه